طيب خانيا نروح لواتسي نشوف اخبار بقى الرياضة ايه نشوف اخبار الرياضة نروح ليندا سريعا ولها ايه اخبار الرياضة معاك يا ليندا النهاردة خانيا معنا اخبار مختلفة يا حسام ولكن هنبتديها مع بطولة كاس مصر النادي الاهلي جالوا خطاب رسمي من الاتحاد المصري اللي قدم بتأجيل مباراة الفريق قدام امبي في دور الستاشر لبطولة كاس مصر واللي كان المفروض تتلعب يوم أربعة يونيو اللي جاي وهيتم التحديد معاه التاني خلال الفترة اللي جاية الجهاز الفني للأهلي بيفاضل خلال الأيام اللي جاية بين أحمد رمضان باكهم وأكرم توفيق عشان يكونوا في قيادة الجبهة اليمين في مباراة الترجي التونسي يوم 19 يونيو في دهاب نص نهائي دوري أبطال إفريقيا واللي هيغيب عنها محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي للفريق للإصابة في العضلة الأمامية واللي هتبعده 21 يوم عن الملاعب وممكن الأمر يطول أكتر من كده من ناحية تانية طلب بيتسو موسماني المدير الفني للأهلي تقرير من جهازه المعاون عن فريق الترجي التونسي قبل المباراة اللي هتجمع الفريقين في نص نهائي دوري أبطال إفريقيا موسماني عنده رغبة في الاستعداد الأمثل للترجي عشان يتخطى العقبة القوية ويقدر يحافظ على لقب دوري الأبطال للمرة التانية على التوالي والعشرة في تاريخ الأهلي الاتحاد الدولي لكرة الصلاة كشف عن تصديف المنتخبات المشاركة في كاس العالم بليتوانيا وهتتعامل القرعة النهاردة الساعة خمسة بتوقيت مصر بالنظام الأونلاين في مقالة اتحاد الدولي بزيورخ الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي احتفل بأرقام الدولي المصري محمد صلاح مع النادي خلال المواسم الأربعة اللي قضاها مع الفريق واللي وصله من إنجازات خصوصا بعد ما قدر يخلص الموسم وكتب ليفربول على حسابه العربي على موقع تويتر مية خمسة وعشرين هدف للملك صلاح لحد دلوقتي مع الريدز خلوه في الترتيب الـ 12 بين هدافي ليفربول عبر التاريخ اتحاد أمريكا الجنوبية كونمي بول أعلن اختيار البرازيل لاستضافة بطولة كأس كوبا أمريكا 2021 بعد أعلان استبعاد الأرجنتين بسبب تفشي فيروس كورونا وأكد الاتحاد أنه هيتم تحديد معاد انطلاق وختام البطولة وموعيد وأماكن المباريات في وقت لاحق وده بيعني تأجيل البطولة اللي كان المفروض أنها تتلاها بيوم 13 يونيو اللي جاي المحكمة الأوروبية الرياضية أعلنت أن الفرق اللي أسست بطولة السوبر الأوروبي رفعت دعوة قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوايفا لانتهاك مبدأ المنافسة الرياضية الحرة وفقت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشكل رسمي على فتح إجراءات الحكم الأولية اللي كان معانها القاضي الأسباني في قضية دوري السوبر الأوروبي وبكده مشاهدين خلصت أخبارنا الرياضية دلوقتي نرجع لحسام وجمان عشان يكملوا بقية فكرة الصلاة الخير شكرا جزيلا